اشتركوا في القناة الاسهامات والمكتسبات التي حققها الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة خلال الفترة الماضية والتي تتوافق مع الرؤى التطويرية لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ومن جهته رحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم بزيارة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة إلى بيت الكرة البحرينية مبينا أن زيارة تعكس حرص معاليه على التواصل المستمر مع أسرة كرة القدم الآسيوية والوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها الاتحادات الوطنية في مختلف أنحاء القارة طبعا سعت باللقائي مع الأخوان رئيس الاتحاد الشيخ علي بن خليفة ونائبة طبعا اسمه الشيخ خليفة بن علي وعظام مجلس الإدارة وهذا شرف عظيم بالنسبة لي لأنه بصراحة هل بيت هذه الذكريات قضيت 15 سنة في هذا الاتحاد ولا فضل كبير عليه فنلتقي بالإخوان وأنقل لهم تحيات سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خادد ومباركتهم طبعا لهم لانتخابهم طبعا لهذه الدورة لأنه أكيد لهم مهام كبيرة والمسؤوليات كبيرة بالنسبة الغادمة وأكيد نحن نكون أكبر الداعمين لهم سواء كالتحاد السيوي أو المجلس على الشباب الرياضاء ساعدنا بزيارة مع الشيخ سلمان إبراهيم لبيت الكرة مقرر الاتحاد البحرية للكرة الغدم والتقى بمجلس الإدارة وأشاد في ما قمنا به من العمل في السابق وأكد دعمه للمستمر للقيادة الرياضية ولي عمل ونشاط الاتحاد الكرة في المرحلة القادمة وملسناه من كلام محفز وداعم حقيقة يطلج الصدر وهو معاهدنا منه سعد معالي الشيخ سلمان أنه دائما هو قريب من اتحاد الكرة يدعم نشاط اتحاد الكرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر